بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتكلم عن الموعد الرسمي لشهادة البكالوريا 2023 قبل ما نتكلم عن الموعد الرسمي والمؤكد أولا سوف نتكلم على ما هي المواد أو ما هي الدروس اللي لازم نركز عليها هذه السنة كما تعلمون في السنوات السابقة 2022 و2021 كانت هناك ظروف معينة خلات الكثير من يعني المؤسسات ما تركزش بزاف على الفصل الثالث وحتى انه في البكالوريا مجاش للفصل الثالث فقط الفصل الاول والفصل الثاني بسبب الكوفيد وبسبب وبزافت على الأمور ولكن هات السنة الحمد لله خلاص مكانش كوفيد ما كانش ظروف تمنع أنه يكون هناك فصل الثالث كذلك جميع المؤسسات تبدأوا في الدروس يعني مسبقا وما راش تأخر في الدروس وفي البرنامج لهذا فمن المرجح أنه هات السنة رايحين يدخلوا لكم دروس بكثرة من الفصل الثالث وممكن جدا يجيكم دروس فقط من الفصل الثالث ما يجيكم للفصل الأول ولا الفصل الثاني لهذا لازم تركزوا مليحة السنة على الفصل الثالث بدون ما تعطيوا بخيوغيتين الفصل على آخر أما فيما يخص الموعد الرسمي لامتحانات البكالوريا 2023 فإن شاء الله ليس 100% ولكن 90% من المرجح أنه يكون في بين 11 و12 جوان 2023 وإن شاء الله يعني إذا بن أي خبر جديد عن هذا الموضوع رايحين نكونوا أول من سوف يتكلم عليه إن شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم شكرا لكم